اللهم صلى على سيدنا محمد احبابنا الاكارم مباركين الغليين محترمين اهلا وسهلا وصلنا عند شغلة اسمها مجال الاقتران اللغة ريتمية استاذ اه اخدنا المجال مش كنا ناخد ان المجال ار موجب جمعة العداد الحقية الموجبة اه بس انا المجال احنا هنشتغل على شغلة تانية المجال ايوا مجال الاقتران اللغة ريتمية في صورة اف اكس يساوي لغة ريتم جي اكس للبي شو هاتف انتبهوا معي اللي احنا اخدناه كان اسمه هيك كان اسمه اللغة ريتم كان اكس جوه اللغة ريتم اكس بس اكس والبي اللي تحت هاي مش هتفرج معني كانت الاكس اللي جوه اللغة ريتم هاي كانت اكس اكس ايش سادة فيش علاها لا سكر ولا بهارات اكس لحالها سادة اكس لحالها فقط فيش حوالها اي بهارات مش انبهرة مش انبهرة الاكس هاي سادة ايش يعني سادة يا استاذ سادة يعني مش مش انبهرة اه مش انبهرة يعني ايه الكلام اللي انت بتقول ده يعني ايه مش انبهرة مش انبهرة يعني تعال اشوف انزل تحت هيك هاي السؤال اللي احنا هنشتغل عليه هادي اكس زائل التلات اه زائل تلات هاي تعتبر بهارات هم هون خمسة ناقص اكس اه خمسة ناقص هاي تعتبر بهارات هم بلا اشتفى طيب استنى تمانية ناقص اتنين اكس هم بهارات برضو تسعة زائل تلاتة اكس برضو هاي بهارات هاي هم ماشي فيه كمان غيرهم لا تدرم وكمان جوه اتدرم للمسائل فيه زيّه. فالـ X الآن إذا كانت الـ X اللي جوه لغريته الممبهره. يبقى هذا الـ X الـ X هاي اللي مشانبهره. X هاي اللي الحالها. هدي إحنا بنعرفه أستاذ هون المجال تبعها المجال تبعها ايش؟ R موجب. هاي مجالها R. R موجب. ليه مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة. مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة اللي أنت بتعرفوها اللي هي المفروض من صفر إلى، إلى ما لا نهاية. هادي اللي كان اللي إحنا كنا نشتغل عليه. أرجع ولا سامحيني؟ ها. أرجع أذكركوا فيه. هاي هاي ها. المجال كان ر موجب. كانت لغة ريتم اكس وهم بيه. والاكس هاي سميتلقوا هسه. الاكس هاي تعتبر اكس ايش؟ سادة يا سادة. سادة يعني مش مبهرة. سادة يعني ايش؟ مش مبهرة. الآن لما نبهر الاكس كيف نطلع المجال؟ الموضوع فيري ايزي يا عزيزي. وظلّك دايما يستيس تحكينا فيري ايزي يا عزيزي. يعني سهل جدا. موضوع سهل جدا. وفيهنا نبطلع سهل جدا. أنا عمري كدبت عليقه؟ ها. ما كدبتش. بس قبل الآن هاي السؤال. قبل ما نبلش في الأسئلة هاي اللي بتحكي لك جد مجال. جد المجال. جد مجال كل اقتران لغرتمي مما يأتي قبل محل السؤال. وهم بيحكي لك مجال الاقتران اللغرتمي الذي يصورته لغرتم جي اكس. جي اكس هاي يعني مش اكس يعني. يعني اكس مبهرة اكس يعني اكس مبهرة. خلاص؟ الجي اكس هاي يعني أنه اكس معها بهرات. ماشي؟ لغرتم جي اكس بيحكي لك حيث الكلام Harr. جميع قيم اكس في مجال جي اكس التي يكون عندها جي اكس أكبر من سفر. هي اسمها جي اكس أكبر من سفر. مش فاهمينيش عادي مش مش مشكلة. هاي جي اكس اكبر من سفر. وانا لسه شرحت لسه مشرحتش. هاي جي اكس ايش? اكبر من سفر. خلاص? يبقى الجي اكس شرطة تكون اكبر من سفر. كيف هنشتغل على الموضوع هذا استاذ? انا حابب بالله يعطيكو مقدمة هيك ظريفة ومفيدة. مقدمة ظريفة جدا ومفيدة جدا. تعالوا لي عجانب هيك. ها. تعالوا لي عجانب. اللي حاب يكتب المقدمة هي عجانب حر. يكتب. حر انتي. لانا جيت عجانب وكذبتلك مسلا هون اتنين. اتنين اكس. نحكي زائد تلات. يساوي. يساوي سبعة. اتنين اكس زائد تلاتة يساوي سبعة. هاي يا جماعة اسمها اسمها ايش يا استاذ? اسمها معادلة خطية. شو اسمها هاي? معادلة خطية. ايش يعني يا استاذ معادلة خطية? معادلة خطية. معادلة خطية. اه يعني الاكس هاي قوة واحد. معادلة خطية يعني الاكس قوة واحد. يعني فيش عليها لا تربيع ولا تكعيب. هذا معنى معادلة خطية. معادلة خطية يعني الاكس. الاكس قوة قوة واحد. ما فيش عليها لا تربيع ولا تكعيب. خلاص? فيش عليها لا تربيع ولا تكعيب. طيب استاذ. المعادلة الخطية هاي. كيف بنحلها? انا بدي اطلع اكس لحالها. انا بدي اكس لحالها. رقم واحد. رقم واحد. هذا العدد. العدد اللي الحاله. انجلوا الجهة التانية. بعكس الاشارة. يعني الموجب تلاتة. تروح هناك. يعني هون فيه يساوي. هون جهة. وهي جهة. الموجب تلاتة تروح هناك تصر سالب تلاتة. فشو بيضل عندي هون? بيضل عندي هون اتنين اكس. تساوي. خلاص. الموجب تلاتة راح تهناك. سبعة ناقص تلاتة اربعة. تمام? اربعة. ها سبعة ناقص تلاتة ايش? اربعة يا استاذ. يبقى هذا اسمه حد لحاله. هذا حد. الحد لحاله. العدد اللي لحاله بنجله بعكس الاشارة. العدد اللي لحاله بننجله بعكس الاشارة. رقم واحد. ننقل العدد اللي لحاله بنجله بعكس بعكس الاشارة. ممتاز. هاي رقم واحد. طيب رقم اتنين. العدد اللي مع القس اسمه معامل. انا حكيت الكلامة قبل هيك طبعا بس يعني كمان ب Airport. كمان. حكيته قبل هيك. هه? العدد اللي مع القس اسمه معامل. حكيته انا قبل هيك اده ولا لأ? اخافش فاكريني انتو misunderstanding. العدد اللي مع القس اسمه معامل. طيب رقم اتنين. رقم اتنين مين فاكر الحكيات شاطر وبراجع نقسم على على المعامل نقسم على ايش يا جماعة على المعامل فبروح بقسم على المعامل احكي هون على على اتنين على ايش على اتنين فبروح المعامل مع السلامة جود باي اتنين مع اتنين بيضل عندي اكس بتساوي اربعة تقسيم اتنين بتعطيني ايش بتعطيني اتنين هيطلعنا قيمة اكس ايش اتنين تمام هيك تمام واحدة تانية واحدة تانية يا استاذ حاضر واحدة تانية يا استاذ كمان واحدة هاتلك كمان واحدة يال معلش كمان واحدة يا استاذ اه اتنين ناقص اكس يساوي صفر. اتنين ناقص اكس يساوي صفر. خطوة الاولانية هذا العدد لحاله. اتنين. بننجله الجهة التانية بعكس الاشارة. بصير ساليب اتنين. تمام. يبقى اتنين بصير ساليب اتنين. راحت مع السلام. بضل ساليب اكس. انتبهوا. ضل ساليب اكس. مش اكس. ضل ساليب اكس. يساوي صفر ناقص اتنين ساليب اتنين. ومعك الا حسبة. ممكن تستعين فيه. طيب. الاكس والستاذ معه ساليب. بسيط. بنروح نقسم المعامل هون ساليب. المعامل هون ساليب. ساليب يعني ساليب واحد. ده فكرة. فبنقسم على على ساليب. عادي والستاذ نقسم على ساليب. اه. اللي هو ساليب واحد يعني. ساليب يعني ساليب واحد. وهون بنقسم على على ساليب واحد. ف بتروح السالب مع السالب. بيضل عندي الاكساية الحلوة. الظريفة هاي. بتساوي. هون برضو السالب هتروح مع السالب. واتنين تقسيم واحد اتنين. وممكن تعملها بالقال الحسب. تكتب سالب اتنين تقسيم سالب واحد بالقال الحسب بتطلع معك اكسي بساوي اتنين. هاي طلعنا اكسي بساوي اتنين. ممتاز. فيش كالية في الكلامات? من تهيئة لي? كلام سهل جدا جدا جدا. يبقى هون هنراجع الكلام اللي احنا بنحكي عنه. هذا الكلام. هذا عدد اسمه عدد ل حاله. العدد هاد اسمه عدد لحاله. واحنا حكينا ننجل العدد اللي لحاله بعكس الاشارة للجهة التانية. طب. اللي مع الاكس. اللي مع الاكس. اللي مع الاكس. اسمه معامل. نقسم على المعامل. نقسمنا على اتنين على اتنين. تطلع اكس يساوي اتنين. واحدة كمان. اتنين ناقص اكس. هاد الاتنين هي العدد اللي لحاله. هذا العدد اللي لحاله. الثابت. الحد الثابت. تسمي الحد الثابت. انجلو بعكس الاشارة بصر سالب اتنين. بتضل عندك سالب اكس. تساوي سالب اتنين. سالب اكس هنقسم على سالب واحد. المعامل هون سالب واحد. على سالب واحد على سالب واحد. طبعا بتروح السالب. مع السالب اتنين. تقسيم واحد بتعطيك اتنين. اكس يساوي ايش? اكس يساوي خطي، 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 انت حكيتها من شوية بسنسيت، لا ما انتش مركز معي يا حبيبي، وانا أشرح، لا ركز معي، معادلة خطية ها، يعني اكس، الاكس قوة واحد مفيش عليها لا تربيع ولا تكعيب، الاكس قوة واحد فيش عليها لا تربيع ولا تكعيب، هادي مقدمة، هادي مقدمة، هتفيدنا في الكلام اللي جاي؟ اوه هتفيدنا كتير، طب تعالي نرجع لسؤالنا الآن ونيجي للكلام اللي هو بيحكيه، بيحكي لك جد مجال كل اقتراء اللغرتمي مما يأتي، كيف هنحله هذا يا أستاذ؟ جد مجال اقتراء، مجال كل اقتراء اللغرتمي مما يأتي، هناخد اللي جوه اللغرتم، هتاخد اللي جوه اللغرتم هاد، نصفر ما داخل اللغرتم، ايش؟ نصفر، يبقى الخطوة الأولى رقم واحد، نصفر ما داخل اللغر، نصفر؟ استاذ ايش يعني نصفر؟ لا مش هاي نصفر هاي يا حبيبي، يعني بتاخد اللي جوه اللغرتم هادا اكس زائد 3، هادي بتمسكها اكس زائد 3، اللي جوه اللغرتم هاي بتاخد اكس زائد 3، وتسويها وتسويها بايش؟ وتسويها بصفر هادا معنا نصفر، مش نصفر اه اه، يبقى بتاخد اللي جوه اللغرتم، نا نصفر ما داخل اللغرتم، بتاخد اللي جوه اللغرتم وتسويه بصفر وتحلها زي ما حكينا من شوية. كيف يا أستاذة حلها زي ما حكيت من شوية؟ انت حكيت من شوية. هناخد الزائد الثلاثة العدد. ننجله لهناك. هتصير عندي اكس بتساوي. هاي زائد الثلاثة. هدا صفر. انساك من الصفر. الزائد الثلاثة تصير سالب ثلاثة. ها هاي اقتلعت اكس. احسنت. ممتاز. هاي اقتلعت اكس. طيب بعد ما نطلع اكس يا أستاذ. بعد ما نطلع اكس يا أستاذ. هاي قولش. رقم اتنين. يبقى قولش نصفر مداخل لغارتها ونطلع اكس. نصفر مداخل لغارتها ونطلع اكس. رقم اتنين. نحدد الاشارة. على خط الاعداد. نحدد الاشارة على خط الاعداد. هذا موضوع بسيط جدا. لا تخافوا. نحدد الاشارة على خط الاعداد. كيف أستاذ بتحدد الإشارة على خط الأعداد بروح على خط الأعداد برسم خط الأعداد هيك انتبهوا الآن كيف هحدد الإشارة على خط الأعداد برسم خط الأعداد هيك بحط هون سالب مالا نهاية طبعا على الشمال سالب مالا نهاية على الشمال سالب مالا نهاية وعليمين عليمين مالا نهاية اللهم صلى الله عليه وسلم محمد معروف X اللي شو طلعت معك سالب 3 خط اللي هون سالب 3 X اللي طلعت معك هون نفس إشارة x ايش بتحكي؟ نفس إشارة نفس إشارة x وهون عكس إشارة عكس إشارة x ايش يعني نفس إشارة x وعكس إشارة x هايها الـ x هاي الأصلية هاي الـ x الـ x هاي شو إشارتها اللي جنبها هون؟ أستاذ مش شايف إشارة مش شايف إشارة يعني الإشارة موجب إذن هون نفس إشارة x الإشارة هون بتصير موجب طب والجهة التانية عكس إشارة x إشارة x موجب هون عكسها سالب دايما هيك يا أستاذ دايما الجهة هاي نفس إشارة x وهي عكس إشارة x نفس إشارة x عكس إشارة x نفس إشارة x عكس إشارة X طيب بطلع المجال المجال هو المنطقة الموجبة المجال هو المنطقة الموجبة المجال هو المنطقة الموجبة هكتب لك بخط كبير المجال هو المنطقة الموجبة يعني ايه يا أستاذ يعني يا سيدي مجال هذا الإقتران مجال هذا الإقتران المجال هو من سالب ثلاث لما لا نهاي وبتكتب هذا ما هي بتعمل أقواص زي هاي بتكتب من سالب ثلاث لما لا نهاي من سالب ثلاث إلى ما لا نهاي هذا يا سيدي المجال تاع هذا الإقتران من سالب ثلاث الى من الهي. هاي الطريق. نعيد. نعيد سعيد. ماشي. نعيد. جد مجال كل اقتران اللغة رتمية مما يعطي. اف اكس يساوي لغة رتم اكس زائد ثلاثة. اكس زائد ثلاثة الاكس هون انا شايف معها يا استاذ بهرات مبهرة. شو بتعمل? مصفر ما داخل اللغة رتم. باخد اللي جوه اللغة مهات اكس زائد ثلاثة. افوا? باخد اكس زائد ثلاثة هيها اكس زائد ثلاثة يساوي صفر. هي اسمها معادلة خطية. اه عارب ما خبرة. هي اسمها معادلة خطية صح. اولا. تلميزك يا استاذ. انجل زائد ثلاثة بعكس الاشارة اكس يساوي سالب ثلاثة. هدى صفر طبعا. حلو الكلام. طيب بعدين طلعنا اكس. خلاص طلعنا نحدد الاشارة على خط الاعداد. برسم خط الاعداد. بحط سالب ما لا نهاية دايما على الشمال طبعا. سالب ما هي دايما على الشمال. وما لا نهاية على يمين؟ وبحط السالب ثلاثة هي. الجهة هي بحط نفس اشارة اكس. شو يعني نفس اشارة اكس؟ هيها. هي اشارة اكس. او اكس هي الاولانية هي. اكس هو ما فيش جنبها اشارة. الاشارة بتيجي على الشمال. الاشارة بتكون على الشمال. الإشارة على الشمال. طب أنا مش شايف إشارة. معناته موجب. وهون عكس إشارة X يعني سالب. المجال هو المنطقة الموجبة. وين المنطقة الموجبة يا أستاذ؟ هاي ها. اللي هي من سالب ثلاثة إلى ملاناية. مكتوب المجال من سالب ثلاثة إلى مالة نهاية. هاي رقم واحد. وإنتا عارفين دايماً أول إشي أنا بحب أبروم كتير زي ما أنتم شفته برامة أنا كتير في الموضوع. آآ اللهم صلى على سيدنا محمد. هاي أعطيتكم المقدمة هاي اللي هي المعادلة الخطية. وبعدين رحت حليت السؤال. هاي ها معادلة الخطية طلعت X وبعدين خط الأعداد. معادلة الخطية X وخط الأعداد. هتحكت كمان واحدة والأمور خليها تصير سريعة. ها بري ايزي ولا مش بري ايزي؟ هو بس يعني يعطيناك كمان عشان تصير بري ايزي عن جد يعني. حاضر هعطيك كمان هاي. رقم اتنين. يلا هنطبق الكلام اللي إحنا حكينا عنه. أستاذ الكلام اللي إنت حكيت عنه. بنصفر مداخل اللغة ريتم. ممتازة. هيكسرت شاطر. باخد اللي جوة اللغة ريتم هاد. تمانية. ماقص اتنين X يساوي دائما وابدا صفر. حلو. ممم. وين الحد اللي لحاله يا أستاذ؟ هايها تمانية لحالها. هذا الحد اللي لحاله. مش مع الاكس. هداك اللي مع الاكس. طيب انجلي التمانية الجهة التانية يا أستاذ. حاضر. هيضل عندك هون سالب اتنين X. تساوي تمانية. تروح هناك. تصير سالب تمانية. ممتاز. اللي مع الاكس شو اسمه؟ معامل. وماذا تفعل في المعامل يا أستاذي؟ وماذا نفعل في المعامل؟ يا رب سترك يا رب سلل. يا رب سلل. الاكس مع سالب اتنين معامل. هقسم على المعامل دائما. على سالب اتنين؟ على سالب اتنين، بروح المعامل جود باي يا أستاذ، يا معامل. سلملي على أخونك يا معامل. حاضر يا أستاذ. أخونك المعاملين اللي زيق، ماشى يا أستاذ، بيطلع عندي X، تساوي. طبعا سالب مع سالب لا شك ولا ريب. وتمانية تقسيم اتنين اللي بيعرفش نقسم بالآلة الحسبة لا استاذ بتت مصخر علينا تمانية تقسيم اتنين تسعة سبعة اربعة 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 ما تفضحناش هيه يبقى طلعت اكس بعد ما اتطلع اكس بتقول لي خط الاعداد حاضر شاطر يبقى هاي نصفر اول ايشه نصفر نصفر ماشي سيدة نصفر خطوة تانية خط الاعداد يلا خط الاعداد هاي خط الاعداد طلع كبير المرأي عادي خلي خط الاعداد دايما هون سالب ما لا نهاية على الشمال وهون ما لا نهاية على اليمين اكس طلعت معايا اربعة هون يا استاذ نفس اشارة اكس استنى شوي استنى شو اشارة اكس اه اكس هايها مكتوب سالب اتنين اكس فاشارة اكس هون سالب الاشارة اللي قبل الاكس سالب يبقى هون نفس اشارة اكس سالب وهون عكسها موجب المجال هو المنطقة الموجبة المنطقة الموجبة وين؟ هايها من سالب ما لا نهاية لأربعة فبتكتب المجال بكل ثقة وقلب قوي تخافش المجال من سالب ما لا نهاية بتعمل اقوات زي هاي من سالب ما لا نهاية لكام؟ لأربعة سنت سنتم ممتازين رائعين ان شاء الله نرفع راسنا فيكم طيب ممتاز خلاص يبقى نصفر خط الاعداد بسيط هون نفس اشارة اكس نفس عكس نفس عكس نفس عكس تمام؟ نفس عكس اشارة اكس اللي بتكون جبل الاكس عشمال اكس عشمال اكس هاي اشارة اكس يلا اللي بعدي هات كمان واحد هناك كمان واحد هناك يلا ماشي هاي ايش حكينا احنا نصفر ما داخل يبقى هنصفر اول اشي هنصفر صفر نصفر يلا يا حبيبي صفر خط خمسة ناقص اكس خمسة ناقص اكس يساوي يساوي صفر حلو الخمسة عدد لحالو هتنجل يلا هناك هيتبقى عندك سالب اكس سالب اكس هتضل انتبه سالب اكس ماشي صلينا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد سالب اكس تساوي الخمسة لما تنجل اصر سالب خمسة استاذ انت حكتلنا سالب اكس هاي معناها سالب واحد طب استاذ نعم اتفضل استاذ نعم اتفضل استاذ نعم اتفضل ممكن اعمل سالب هيك مع سالب هيك يعين عليك والله في ناس جويين يا زينا في ناس جتعاط عندهم معلومات ماشاء الله يعني اكس بتطلع خمسة عادي اه ممكن تشيل سالب مع سالب هيك اكس يساوي خمسة طيب يبقى هايها اكس يساوي خمسة نصفر صفرنا يا سيدي بعد ما نصفر خط الاعداد طيب خط الاعداء اعداء مين يا ابن الحلال مين حكى اعداء الاعداد مش الاعداء خط الاعداد الاعداء الاعداء خط الاعداء يا زمان خط الاعداد اعداد مش الاعداء خليها خط الاعداء عشان تضلك فاكرة خط الأعداء ماشي سيدة. خط الأعداء. مزنخاك. يلا يا سيدة هاي خط الأعداء. وخط الأعداء دايما هون سالب ما لنهاية. وهون ما لنهاية. وهون اكس اللي طلعت معي. اكس طلعت معي خمسة. هون نفس اشارة اكس. نفس اشارة اكس. اشارة اكس اللي هي جاب ليها. عشمالها. هايها. اذا الاشارة هاي تنحط هون على اليمين سالب. وهون عكسها موجب. المجال هو المنطقة الموجبة. بكل قلبي قوي. تخافش الان. قوي قلبك. لو استخافش معك ان شاء الله قلبنا قوي. خلي قلبك قوي مع الله سبحان وتعالى شو بدك فيه. من سالب ما لا نهاية لخمسة. تعمل قوس زي هاد. من سالب ما لا نهاية. لوين? لخمسة. مبروك عليك. هاي الجواب السيد العزيز. مبروك عليك الجواب. فيه كمان واحدة? فيه فيه. اخر واحدة? فيه وقت معنا? والله فيه. الحمد لله. حصها تطلع قصيرة يعني. حصها حلوة قصيرة. عشان ما بديش ادمج معاها. اتدرب حل المسائل. طيب. نيجي لهاي برضو. يلا يا استاذ. صفر. والله صايرين قطعات. ماشي سيدها. صفر. تخافش. صفر. ماشي. صفر. صفر. طيب. اه. بمسك هسه. تسعة زائد تلاتة اكس. تسعة. زائد. تلاتة اكس. يساوي. يساوي صفر. التسعة. عدد لحاله. تمسك للتسعة اللي عدد لحاله. تنجله للجهة التانية. بعكس الاشرار. بتبقى هون تلاتة اكس. بتساوي. التسعة لما تروح هناك. صار سالب تسعة. قسم على المعامل. ابشر ابشر. على المعامل اللي هو تلات. على تلات. على تلات. ممتاز. بيروح المعامل. ماشي سيدي. تلات مع تلات. اوكي. متفقين. فيري ايزي يا عزيزي. السالب تنزل. وتسعة تقسيم تلات. تلات بالآلة. الحاسبة. لمن اراد. ولمن لا يريد الشاطر بيعملها لحاله. واللي بيعملها لحاسبة شاطر. يعني هي يعني اجت على هاي. طي. ايش حكينا صفر. بعد صفر ايش. قط الاعداء. الاعداد يا ابني. الله يرضى عننا. قط الاعداد. ماشي يستاذ. هلس تزعلش يستاذ. ماشي. مش زعلان. لا شكلك زعلان. لا مش زعلان. لا انت زعلان. لا مش زعلان. طيب. خط الاعداد. تعمل هيك. خط الاعداد. الله يرضى عنكو جميعا يا رب. قلو امين. هون من سالب ما لا نهاية. وهون ما لا نهاية دايما. هتخط اللي اكس اللي طلعت معاك سالب ثلاثة. اشارة اكس. هون اكس الاشارة ما لها. الاشارة موجبة يا استاذ. هيها الاكساية. الاشارة طاعتها اللي قد لها موجبة. اذا هتخطه هون موجب. والجهة التانية عكسها سالب نفس عكس. المجال هو المنطقة الموجبة. اذا المجال بكل قلب قوي. ها. المجال من سالب ثلاثة لما لا نهاية. من سالب ثلاثة. الى ما لا نهاية. مبروك. مبروك عليك الجوع. بالمناسبة. بالمناسبة يا جماعة. السؤال. انا اجعب بالي برضو. احكي لكم هذا الكلام. بالمناسبة. اش بالمناسبة يا استاذ. هون. في هاي الاسئلة كلياتها اللي انا بحكيها. اه بدنا لون مميز هيك. اه. خد الهذا اللون. في الاسئلة اللي احنا حكيناها هاي. هاي الاسئلة. خط. التقارب. هو مش طالبها في السؤال. بس لها المعلومات. خط التقارب الرأسي. هو. هو ايش يا استاذ. اكس هاي اللي بتطلع. اكس يسوسل التلاتة. معلومة اضافية. حلو. معلومة اضافية حلو. حلو. خط التقارب الرأسي هو اكس هاي. طب اللي بعده نفس الكلام. اه. هم برضو. هيحددنا المجال. هو مش طالب خط التقارب الرأسي. بس. هدية. هدية. مني لكم. هدية. خط. التقارب الرأسي. هو. ايش هو اكسي سوء اربع. فهمتوا اللعبة صح? فهمناه. صح. فهمناه مية بالمية. وين الهديك? يلا. خط. خط. التقارب. الوقت كيف? معي دجيكتين تقريبا. الرأسي. هو اكسي سوء خمس. طيب. الاخرانية عشان نسكر الحصة. خط. التقارب الرأسي. هو اكسي سوء سوء ثلاثة. يلا. هاي هدية مني. تمام يا جماعة عرفتوا شغلة المجال هاي. ها. فيري ايزي ولا مش فيري ايزي. اه والله يا استاذ فيري ايزي يا عزيز. الله يزيك الخير يا استاذ. هل الكلام اللي كنت انا بطبقه هون. بقدر اطبقه على اللغة لما اكسي تكون لحالها. اه بتقدر تطبقه لما لا. لما الاكسي تكون لحالها. هيطلع معك من صفر الى ايش. لما لا. ليش. عالسريع. شوف هاي هيك عالسريع. عالسريع. لما تاخد هاي تصفرها. هيطلع معك اكسي سوء صفر. طب هيا جاهزة يا استاذ اكسي سوء صفر. لما ترسم خط الاعداد. هتعمل خط الاعداد هيك. هتحط من سالب ما لا نهاية. الى ما لا نهاية. هتحط هون اكسي سوء صفر. اشارة اكس. هايها اشارتها موجبة. هتحط هون الاشارة موجبة. وهون ايه يا وحشة. يا وحشة. ها صفر. هنحط هون الاشارة موجبة. تمام. يلا. يلا عشان وقت. هون عكسها سالب. المجال المنطقة الموجبة. اللي هي من صفر لما لا نهاية. هاي من صفر لما لا نهاية. اللي هو بنسمي ايش. فهاي طريقة عامة بتنفع مع كل الأسئلة اللي فات وهذا كمان اللي فات وهذا كمان ماشي حبايبي الله يرضى عنكم الوقت يدوب بالزبط ننطق الحس الجي ان شاء الله في إجابة ايش أتدرب وحل المسائل السلام عليكم